انتلغت اليوم بمنظمة التجارة العالمية بجنيفة عملية اختيار المدير العام الجديد لمنظمة التجارة العالمية من بين 8 مرشحين تقدموا لشغل منصب المدير العام خلفا للمدير العام الحالي البرازيلي روبارتو ازيفيدو الذي ترك منصبه قبل عام من انتهاء ولايته الثانية ويتنافس 8 مرشحين من المملكة العربية السعودية وبريطانيا ومصر وكينيا والمكسيك ومالدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية على منصب المدير العام ايمانا منها بالنظام المتعدد الاطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي وادراكا منها لأهمية الدورة المحوري الذي تؤديه المنظمة في انفاذ قواعد التجارة الدولية تقدمت المملكة العربية السعودية بمرشحها لمنصب المدير العام البالغ عددهم مئة أربعة وستين عضو بمرشحها لمنصب المدير العام عملية اختيار المدير العام لمنظمة التجارة العالمية تتم بالتوافق والإجماع بدلا من الانتخابات حيث يتم حسف المرشحين بالتدريج إلى أن تتوافق أراء الدول على مرشح واحد وإلا يمكن اللجوء إلى التصويت كملاذ آخر وسيواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمدة والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري وإصلاح ما أحدثته تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حزب تغديرات المراقبين أن مرشح المملكة العربية السعودية يحظى بكفاءات وخبرات تجعله من أقرب المرشحين لإدارة منظمة التجارة العالمية طه يوسف حسن منظمة التجارة العالمية قناة الإخبارية جنيف